أيها الأصدقاء أعتقد أن خليل وزينب سيبقيان منفصلين ولو لفترة قصيرة في الحلقات الأولى من الموسم الجديد من راسكورليتيب لأن زينب التي عرفت الحقيقة بشكل غير متوقع في نهاية الموسم اتخذت موقفا ضد خليل وقالت إنها لن تكون حبه المتمردة أبدا في هذه الحالة على الرغم من أن الساحرة سونغول تعتقد أنها فازت إلا أنها ستصاب بالجنون قريبا عندما ترى زينب وخليل ينظران إلى بعضهم البعض بالحب مرة أخرى أولا إذا كنت تريد بقاء جنان وأسو على قيد الحياة وإظهار خليل الوجه الحقيقي السونجول وأيضا إذا كنت تريد مشاهدة مشاهد الحب الرومانسي لزينب وخليل فقط في الموسم الجديد مثل الفيديو الخاص بنا الانسجام بين جيمري آرادا وكاوكبرك يلدرين جميلة حقا حتى أنها جميلة بأعينها فقط إذا كنت تعتقد أنهما متوافقان فاترك الكثير من الرموز التعبيرية للقلب وخرزات العين الشريرة في قسم التعليقات دعنا نعرض أرقامنا معا أيها الأصدقاء على الرغم من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى تسامح زينب خليل في الحلقة الأولى من موسم رسكواليتيب بالجديد إلا أن ذلك سيحدث في النهاية أيها الأصدقاء نظرا لأن خليل يدرك الشر الذي فعله لها ولعائلتها وأنه يشعر بندم شديد فلن ترغب زينب في أن يحزن خليل بعد الآن وستمسح دموع خليل بيديها سيبكي خليل ويقول أتمنى أن تنكسر يدي حتى لا أرفع يدي إليك لم أكن أعرف حقا أنك بريء يا زينب إذا كنا محظوظين بما فيه الكفاية لرؤية زينب تسامح خليل في الحلقة الأولى فاعلم أننا سمر مشاهد السعادة والمفاجآت الجميلة طوال الموسم ومع ذلك إذا لم تسامح زينب خليل في الحلقة الأول فسنر موسما تبتعد فيه زينب وخليل عن بعضهم البعض ويتحول الحب إلى كراهية وتستمر سونجول وأشياءها الشريرة حتى منتصف الموسم على الأقل لكني آمل أنه بعد أن تقول زينب إنها تسامح خليل منذ الحلقة الأولى فإن الحب المتمرد بين زينب وخليل سوف يشتعل من جديد وهذا الحب الرائع الذي بدأ في رسكورليتيب سيولد من الرماد من جديد سنشاهد في الحلقة الأولى أن زينب وخليل لم ينام في نفس السرير رغم أنهما متزوجان منذ أسابيع ولكن بفضل تخطي الوقت تصالح خليل وزينب الآن وقضيا وقتا ممتعا معا وبالطبع سنرى في الحلقة الأولى نوع الألم الذي عاشته زينب وخليل بعد نهاية الموسم الماضي في مشاهد مجزأة في كل مرة تحاول زينب الاتعاد عنه سيكون الأمر كما لو أن سهما أسودا اخترق قلب خليل وبينما يندم خليل على ما فعله بزينب سينمو شعره ولحيته ويبدأ بالتجول كالمجنون بدلا من التفكير والقتال مع خليل ستختار زينب ممارسة الحب معه وإنهاء عملها غير المقتمل في الليلة الأولى من زواجهما ستكون سعادة زينب وخليل ومفاجأة الطفل كافية لإثارة حفيظة سنبول أكثر من غيرها سنكون سعداء جدا إذا شاركت أفكارك معنا وداعا نراكم في الفيديو التالي ترجمة نانسي قنقر